السيدات والسادة الحضور الكريم إن مصر التي وهباها الله عبقرية المكان وجعل على أرضها لبنة الحضارة الأولى وجعل على أرضها نبتة الحضارة الأولى وتشكلت شخصيتها في التنوع والتعدد فأصبحت هي نقطة الطلاق الجامعة للحضارات ومنطلق السعي نحو إقرار السلام وعلى قيم المحبة والتسامح وهنا على أرضها الطيبة المباركة اجتمعنا من أجل الإنسانية ومستقبلها ومصر الجديدة التي نقدمها اليوم للعالم هي دولة مدنية حديثة تسعى للبناء والتنمية وتحقيق العدالة والكرامة الإنسانية وتمتد جهدها في البناء والإعمار إلى محيطها الإقليمي بسعي مخلص من أبنائها الذين يحملون للعالم رسالات المحبة والسلام وقد كانت مخرجات هذا المنتدى عظيمة على كافة المستويات وتدفقت الأفكار والرؤى من هنا ومن هناك داخل أروقته وعلى مدار ساعات النقاش والحوار تبلورت مجموعة من التوصيات التي بناء عليها قررت ما يلي إعلان العام 2022 عاماً للمجتمع المدني بحيث تقوم بحيث تقوم إدارة المنتدى والجهات والمؤسسات المعنية بالدولة بإنشاء منصة منصة حوار فاعلة بين الدولة وشبابها ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية تكليف إدارة المنتدى بتفعيل مبادرتها التي أطلقتها بإنشاء حاضنة عالمية لرواد الأعمال والمشروعات الناشئة والصناعات الصغيرة وذلك بالتنصيق مع رئاسة مجلس الوزراء والجهات المسؤولة مع التوسع في إشراق القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية في هذه المبادرة تكليف إدارة المنتدى بالتنصيق مع الجهات المعنية بالدولة بتكوين مجموعات شبابية من شباب مصر والعالم للمشاركة الفورية في إجراءات الإعداد لقمة المناخ السابعة والعشرين المقرر المقرر انعقادوها في مدينة شرم الشيخ وأنا على ثقة بأن هذا الشباب سيكون قادرا على إنجاح هذه القمة تكليف رئاسة مجلس الوزراء بعد التصور شامل مع شركاء التنمية لتحقيق امتداد إفريقي للمبادرات التنموية المتحققة في مصر وذلك في إطار المسئولية الإقليمية للدولة المصرية تجاه محيطها الإقليمي تكليف الأكاديمية الوطنية للتدريب بإعداد برامج تدريبية متخصصة للشباب العربي والإفريقي لتطوير مهاراتهم لمواجهة المتغيرات الناجمة عن جائحة كورونا والصراعات الحالية وفي مقدمتها تطوير القدرات الشبابية في ريادة الأعمال والتكنولوجيا تكليف إدارة المنتدى بتفعيل منصة حوار تفاعلي دائمة لشباب العالم وشباب مصر لتبادل الرؤى والأفكار على أن يتم عرض نتائجها بشكل دوري على مختلف مؤسسات الدولة لتمثل هذه النتائج رؤية استشرافية للدولة تجاه كافة القضايا والموضوعات ذات الاهتمام تكليف إدارة المنتدى والجهات المعنية في الدولة بإطلاق حملة دولية قوامها الشباب المصري وشباب العالم المشارك في المنتدى للتعريف بقضايا الموارد المائية الدولية تكليف رئاسة مجلس الوزراء وبالتنصيق مع جهزة الدولة ومؤسساتها ذات السلة بإعداد تصور شامل يعبر عن رؤية الدولة المصرية لعادة إعمار مناطق الصراع إقليميا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر